بالتأكيد دخول إيران إلى خط المواجهة هو دخول طبيعي جدا إيران جزء من علاقتها الاستراتيجية في سوريا هو التدخل ومساعدة سوريا في كل المشاكل التي تعرضت لها جزء من الدعم الاستراتيجي الإيراني لسوريا هو إرسال مدربين عسكريين إرسال خبراء عسكريين إرسال قوات خاصة إذا ما استدعتها الأمر وإرسال مقاتلين إذا ما احتاجت سوريا إلى إرسال مقاتلين جزء من العمليات التي تحاول المعارضة القيام بها هي محاولة قطع خطوط الإمداد ما بين سوريا وإيران طبعا الموضوع صعب ويسب بهذه السهولة ولا تمتلك المعارضة السورية القدرة العسكري أو العدد العسكري الكامل ليكفيها لأن تتوسع في هذه الأرض الشاسعة الدخول الإيراني في هذا الوقت هو مهم جدا دخول القوات الخاصة الإيرانية حقيقة دخول القوات الخاصة الإيرانية عدد القوات الخاصة التي انتقلت إلى سوريا هو عدد محدود لا يتجاوز 150 شخص هؤلاء هم مسؤولون لتأدية مهام من نوع خاص ولدعم القوات السورية في المتواجدة على الجبهة ولتقديم الدعم أيضا للقوات الخاصة السورية هذه العمليات إذا ما بدأت عمليات الدفاع أو الهجوم المقابل السوري ستبدأ بعمليات قوات خاصة لضرب أماكن محددة تسهل على القوات السورية الدخول إلى هذه الأماكن التي تم احتلالها من قبل هيئة التحرير الشام بالنتيجة في الأيام القادمة سيكون هناك تطور جديد في هذه العمليات اللي حصل من هيئة التحرير الشام هو فشل استخباراتي سوري روسي كامل أدى بهذه النتيجة إلى سقوط هذه المدن الكبيرة عمليات التحرير ستتطلب جهد سوري كبير جدا وعمليات عسكرية كبيرة ستؤدي بالنها إلى مقتل كثير من المدنيين وإلى تحطيم المدن أو التحطيم ما تبقى من المدن التي هي محطمة بالأساس اشتركوا في القناة